حالة من فوضى غير مسبوقة تعيشها تعز زادت من تعقيد الوضع في المحافظة وفاقمت من معدلات جرائم القتل والنهب والاغتيال وهو واقع أصبح من الصعب الهروب من تبعاته الكارثية هذا ما يقوله أبناء تعز في كل أحادثهم وهذا ما تعانيه المحافظة المحاصرة والمنكوبة على كافة المستويات كوابس مرعبة يسعو عليه سكان المحافظة الواقعة بين نار حرب ميليشيا الحوتي ونار الجماعات المتطرفة التي أصبحت بين ليلة وضحاها حامية للديار وهو ما أوصل تعز بحسب مراقبين إلى قعر هذه الكارثة تعاني المؤسسة الأمنية في تعز عددا من الصعوبات في مقدمتها تزايد عمليات الاغتيال التي تستهدف قياداتها وأفرادها وكذلك الانتشار العشوائي للسلاح لا تتوقف المشكلة عند امتلاك جميع الفصائل والأفراد للسلاح بل إن الفصائل المنفلتة قامت بتشكيل أقسام وسجون خاصة تابعة لها فيما تسيطر فصائل أخرى على بعض أقسام الشرطة وتعيين بعض المحسوبين عليه على رأس هذه الأقسام كما تقول الإدارة العامة للشرطة في تعز في آخر التطورات سقط عدد من الجرحة إثر تجدد الاشتباكات بين مسلحين بعد قيام طفل بقتل شخص على خلفية قضية جنائية وسط مدينة تعز مصادر محلية قالت لقناة بلقيس إن الاشتباكات تسببت بمقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض منزل الضحية الهجوم من قبل مسلحين يتبعون الخاطف وسط المدينة تمثل الجريمة في تعز اليوم علامة فارقة تعكس حالة الانفلات الأمني في المناطق المحررة بشكل عام والتي يرجع البعض أسبابها إلى عدم تغيير خطط الحملات الأمنية واتساع دائرة إنتاج ميليشيا تدعمها أطراف إقليمية ترجمة نانسي قنقر